اذا مشاهدي قناة شوف تيفي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر مباشرة على القناة شعب قناة شوف تيفي نتواجد في احد المحلات لبيع الفاصفات والملحة اسميدة فاسميدة طالع التامان ديالها شيئا ما فا مع بداية فصل الزرع موسم الزرع فاسميدة طلع الثمن ديالها بملحها والفاصفات طالع الثمن ديالهم فالثمن ديال الفاصفات وصل احترب مئة درم الخنشا كين ديال مئتين ديال مئتين وخمسين درهم ديت لتلتمية على حسب النوع اللي بغى الزرع في الارض ديرو والملحة احتى هي مقاداش فا كين تلتمية درهم ربعمية درهم الخنشا ربعمية وخمسين درهم بعد الفترات وصلت حسل خمسمية درهم خمسمية وخمسين تمنى والخير ان شاء الله معهد امطار الخير يرجع تمن شيئا ما دائما الصورة امامكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة شعب قناة شوفت فيه مساء الخير ومساء النور ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المساء المباشر مباشرة من نواحي بن سيمان فتزامنا مع فصل الزرع الناس ديالبادية كالزرع دابا وقت الفلاحة وقت الزرع خصوصا بعد هاد امطار الخير الاخيرة فكل شي تبرك الله زرع بدك كالي باقي كالي زرع فالاسمدة حتى هي طالعة تمانديرها يعني لابد من الزرع ديالها في الارض قبل ما تزرع بحبوب فالفاصفات وصل ربعمية درهم الخنشا ثلاثمية كين في بزاف الانواع كين من ميتين وانت طالع الفوق والملحة كذلك فمن ميتين حتى هي ثلاثمية ربعمية ربعمية وخمسين العديد من الانواع كينين في فاصفات والملحة نتمنوا الخير نتمنوا ان شاء الله مع هاد امطار الخير يرجع التمن شيئا ما ديال الاسمدة من المفكر هكتئ هي ان الفلاح صعيب عليه الحباد بزاف وزاف وزاف عنده بزاف المصاريف المصاريف ديال الزراعة المصاريف ديال الاسمدة مصاريف ديال الحبوب خصوص ان الحبوب طالعة تمانديرها بزاف وزاف لكن 9 ريال الكيلو what hair . puesаз x7 ي llevise 100 درهم 500 درهم من القطار المشركة زراعة الصومار اللي كيف يفهموا فتشيرا يعرفوا الزراعة والصومار فالتمن ديرهم دير 300-350 درهم من القطار يعني صعيب الحال على الدرويش اللي عنده قطار والنص قطار خاصة واحد 5,000 درهم و 6,000 درهم بش يزرعوا فأتمنى والخير نتمنى وإن شاء الله ترجع لأتمينة ديل هاد المواد ديل الأسميدة بعد الشيء لأن طالع التمن ديرها بزاف وبزاف بالمقارنة مع السنوات الماضية أيضا بالنسبة للحبوب حتى هي طالع التمن ديلها نتمنى وإن شاء الله ينزل بعض الشيء لأنك فيما ذكرت سالي فن فالفلاح صعيب عليه بزاف يفلح قطار ولا جوج بالنسبة للدرويش حديثي مع عديد من الفلاحة درويش على قد الحال فكيتشكوا بزاف من غلاء أسعار ديل الأسميدة ديل الفاسوات ديل الملحة ديل الزراعة اللي طالع التمن ديره بزاف وبزاف حبوب فكين الحبوب بستو ثمانين ريال للكيلو ربعة دراهم ونص خمسة دراهم تمنوا الخير ونتمنوا إن شاء الله ينقص تمن شيئا ما خصوصا للأسميدة والحبوب لطالع التمن ديرهم بشكل كبير وكبير إذن الصورة واضحة أمامكم فحتى الأسميدة طال التمن يذهب بزاف وبزاف تمنوا الخير يربي تمنوا إن شاء الله مع هذا أمطار الخير يرجع تمن شيئا ما صورة واضحة أمامكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي فما بقى لي إلا نودعكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي بعد ما كنت معاكم في النقل المباشر مباشرة من نواحي بن سيمان أعطيناكم أتمنة أسميدة اللي طالع التمن دير الأحتية شيئا ما فنتمنوا الخير نتمنوا معهد أمطار الخير ترجع الأسميدة شيئا ما وتصبح في متناول الجميع إذا القليئ إلا نودعكم مشاهدي قناة شعب قناة شوف تيفي نعود نذكركم بأن أحتمل الأسميدة طالع التمن ديرها فالفاسفات كي يدعى من مئتين درهم حتى الربعمية وخمسين حتى الربعمية للأحساب النوع والماركة والملحة فحتى هي طالع التمن ديرها واصلة حتى الربعمية وخمسين درهم الخانشة تلتميات درهم الأحساب النوع اللي هنا فيه بزافة الأنواع والأحساب النمرة تمنوا الخير تمنوا معهد أمطار الخير ترجع إن شاء الله لأدمنة في متناول الجميع والدرويج حتى هو يزرع ويستفد إن شاء الله من هذه السنة اللي ستكون سنة ماطرة وماطرة ونتمنوا الخير لكل فلاح ولكل قاطن بالبادية خصوص النازل البادية همهم الوحيدية الأرض والفلاح والشتمر لنضعكم نهاية أسبوع موفقة دمتم في رعاية الله نلتقي في بيت مباشر آخر على قناتكم قناة الشعب شوف تيفي ترجمة نانسي قنقر